لما بتشتري أي سلعة من أي محل فأنت من ضمن سعر هاي السلعة دفعت جزء من فواتير المحل كهربا وميو انترنت ودفعت جزء من أجار المحل ودفعت جزء من أجار العمال العاملين في هذا المحل بدرس اليوم رح نتعلم سوى كيف نشتري على الانترنت الموضوع اللي رح يوفر عليه كل هاي المصاري حيث انه الشراء على الانترنت بيعتمد على موقع موثوق انت بتطلب من خلاله وبتوصلك السلعة على باب بيتك ما في محل عمليا في مستودعات بس لهاي الشركة الشركة بتبعت لك المنتج من مستودعها الى باب بيتك ناهيك عن موضوع انه انت ما رح تكون محدود بالمحافظة اللي انت موقين فيها رح يكون بإمكانك تستعرض جميع المنتجات ضمن كامل نطاق تركية وتختار المنتج يلي بناسبك هالشغلات وشغلات غيرها رح نتعلمها بدرس اليوم خليكن معنا السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بهاي السلسلية اللي رح نشرح فيها عدد من برامج الشراع على الانترنت رح نتعلم فيها كيف توفر 30% من حق الجوال مثلا بس لانك شتريته على الانترنت وحضرت هاي الفيديوهات رح نتعلم على كذا برنامج من نون النيا امبير الهيبسي بورادا القتيج ديور والترين ديور رح نجاوب فيها على عدد من الاسئلة شو هي المنتجات يلي ينصح بشراءه من على الانترنت شو من هاي البرامج آمن وإنه منه غير آمن هل صحيح انه نسبة التوفير ممكن توصل لخمسين بالمية العروض اللي بتنعمل على هاي البرامج هل هي فعلا عروض حقيقية ولا عروض مثل اللي منشوفها مثلا بيكونوا عاملين عرض خمسين بالمية وبيكون رفعين سعر السلعة لضعفين هل ممكن اوثق بهاي البرامج لدرجة انه ممكن اشتري جوال منهم واذا اشتريت جوال وين بتكون كفالة واذا صار له شيء مين براجع رح احكي لكم كمان تجربتي انا مشتري من النيا امبير بالسنة الماضي فقط بما يتجاوز 200 الف ليرة تركية رح علمكم اذا صار معكم مشاكل كيف تحلوه ورح نجاوب على سؤال هل ممكن اشتري من هاي البرامج بدون ما يكون بحكي تركية منيح خلينا نشوف سوا بالبداية خلينا ننزل البرنامج بانه نفوت على المتجر نكتب نا امبير وهي هي ايقونة البرنامج ومننزل البرنامج ورح نفتح البرنامج هلأ هون رح نتخطى هدول الرسمات مباشرة من الضرب يلي فوق ايضا رح نقوله تمام هون بعدها مثل ما نكون شايفين هون في عنا تم كاتوغير لار يعني كل الفئات وفي عنا هون اشهر الفئات فمثلا نحن بنشتري جوال رح نفوت على الالكترونيك من قلب الالكترونيك رح اخد تليفون اكسسور لري رح اخد جيب تليفونه يعني الجوالات هلأ هون رح تطلع لي هاي النافذة من هاي النافذة يا جماعة كتير مهم نتعامل مع زرين سوا زر الفلاتر وزر الترتيب الفلاتر والترتيب رح نفوت اول شي على زر الفلاتر انا حاطت ببالي جوال ما ركته سامسونج فبكتب هون سامسونج انا حاطت ببالي انه تكون ذاكرته الداخلية 64 رح اكتب 64 وايضا مثلا حاطت ببالي انه يكون خطين فرح فوت على كمان حاطت ببالي انه يكون الشاحن فيه مجاني يشطلع لي بس الشركات اللي بتقدم شحن مجاني هاي حسب عاد سعر السلعة هلا اذا جوال ما نمستاهلي فلا تشعلها اما اذا كنت عم تشتري سلعة حقها كله عبعده 15 او 20 ليرة بده يطلع عليها شحن 10 حرام ففعل هذا اما هون بحالتنا فما رح نفعله وايضا حاطت ببالي انه هاد الجوال يكون اقل شي حقه 1500 من 1500 ل 2500 تقريبا هاي هي كل الفلاتر يلي بتلزمنا بخصوص الجوال ورح اقول له تطبيق اويغولا او تطبيق طلع لي الجوالات يلي ماركة سامسونج يلي ذاكرتهم 64 وسعرهم بين 1500 و2000 وهني فيهم خطين اذا كل هاي الجوالات يلي عم نشوفها هي خطين 64 وفقا للشروط يلي حددناها رح اختار هاد مثلا لاحظوا هون بعد ما اخترته وشفت الجوال وشفت الكذا لازم من هون انتبه على كذا شغلي الشغلي الاولى يلي هي ايرون وزالي كلاري يعني بدنا نشوف اذا فيه منه الوان او لا فلاحظوا فيه منه الوان فيه منه الازرق فيه منه الاسود وفيه منه الابيض اذا اخترنا الازرق مثلا ما نقول له اوكي لاحظوا طلع لي اللون الازرق اذا اخترنا الاسود نقول له اوكي طلع لي اللون الاسود وايضا هون من اختار اذا بدنا جوال واحد او جوالين مثلا شغلي مهم ايضا بدنا ننتبه له يا جماعة هون بصفحة المنتج هي اذا نزلنا لتحت لاحظوا هون التسليمات بالقسي عبيقول لك انه هادا رح ينبعت لك باليورتشي كارغو اجرت سيز كارغو يعني ما له اجور شحن بس هون الرقم الكتير مهم انجتش ب 12 ميز صالقنو رح ينعطى للكارغو فانتي اذا ما بي ناسبك هادا الموضوع ممكن ما تشتل يعني لاحظوا هلا انحنا بخمس الشهر هادول الجماعة ما رح يعطوا الجوال للكارغو الا لتناعش الشهر فيعني اذا كانت هاي الموضوع طويلة عليك فحاول تبدل المنتج حاول تشتري من عند بياع تاني بحطه بالشحن بشكل اسرع هاي ممكن تكون مشكلة حقيقية يعني اذا ما بده يشحن لك هلا بعد عشر ايام وبده هو المنتج ثلاثة اربعة ايام ليوصل لعندك حسب المكان اللي انت فيه بتركيا فهاي مصيبة كبيرة فمشان هيك هادا الرقم تبع انجتش ايمت رح ينعطى للكارغو لازم تنتبه عليه كتير امنية فبها البساطة ورح نقول له اضافة الى السلة فملاحظ انضاف هذا الجوال الى السلة فباقي عنا هلا بس نشتري هادا الجوال فرح روح لهون على السلة بدنا ندخل هون العنوان بس نقرنا على زر تدخيل العنوان لاحظوا تطلع الخياري ويجريش ولا يجريش تسجيل الدخول على البرنامج هلا اول مضان دواميت ممكن انكمل بدون ما تسجل سجل دخول على البرنامج لكن هذا ما منصوح فيه ابدا ابدا لاحقا اذا صار معك مشاكل اذا بدك ترجع الجوال اذا طلع فيه مشكلة ما فينك تتعقب هذا الجوال فمشان هيك يفضل انه نكبس على زر ويا غيريش من هون منكتب فيسبوك إلى غيريش شاب يعني الدخول باستخدام فيسبوك او منكبس على أجرة سيز ويا اول ومنعبي هذول الخانات ومنعبي هذول الخانات يلي هني القاضي يعني الاسم سياضي الكنية الاي بوست الاميل والشيفرة والجنسيات يعني الجنس هو ذكر ام انثى ومنحط صحين هون ومنكبس ويا اول وهلأ يا جماعة مثل ما انا ملاحظين بعد ما سجلنا الدخول سأقول له ساطنال يعني الشراء الان سيقول لي ادخل للعنوان اللي بده تيجي عليه السلعة طيب العنوان كيف بيكون بيكون ادرس باشده مثلا اذا بدك هاي اي شي حطه حطه طائف مثلا هو عنوان بيتي اضي سياضي بدنا نعرف شغلي هون يا جماعة انه العنوان هو عبارة عن ثلاث شغلات اسم الشخص يلي بده يستلم ورقم تليفونه والعنوان اسم الشخص ورقم تليفونه والعنوان وهذا الشي رح يتكرر معنا بكل البرامج تبعي التسوق على الانترنت يلي رح نشرحها بالفيديوهات القادمة فاسم الشخص يلي بدك تشتري مثلا مثلا اهميت اهميت هذا اسم الشخص وكنيتو رقم تليفونه مثل ما حكينا هون بتحط رقم التليفون وهون بتحط رقم التيجيه تبعو للشخص يلي بده يشتري هلأ صفي لنا اخر شي بيانات العنوان بيانات العنوان الشهير هي هاتاي ولا انكرا ولا اسطنبول ولا كذا بتعرفوا انه هوني في عندهم اقاليهم مثلا هاتاي وفي ضمن هاتاي في اكثر من شغلي انطاكيا اسكندرون كذا فهون خلينا نختار هاتاي من ضمن هاتاي خلينا نختار انطاكيا مثلا هلأ المهلة بتلاقوها هاي على فاتورة الكهرباء مكتوبي على فاتورة الكهرباء بتلاقو كذا كذا مهلسي بتجيبوا فاتورة الكهرباء تبعيت بيتكن كهرباء او ماء فمثلا بيكونوا كاتبين اكسراي مهلسي فبتقول له أكاسيا مهلسي مثلا وهون الأدريس كمان بتنقله على حاله من فاتورة الكهرباء مثلا بيكون مكتوب أكاسيا مهلسي يوزونوتش سوكاك مثلا بناء أوتوزكي دايري بير هاي بتنقلوها على حالها من فاتورة الكهرباء إذن بعد ما دخلنا العنوان يلي هو عبارة عن اسم الشخص والعنوان ورقم التليفون والتيجي رح نقول له كايدت منلاحظ أنه مش الحال أحفظ العنوان هلأ منقول له سطنقال مرة تاني فبيقول لي كيف بدك تدفع فرح أقول له كارت لا أدي بدي يكون يا جماعة في عنا كارت بنك مفتوح في الشراء عبر الانترنت لحتى نقدر ندفع عن طريق الانترنت الكارت شو إلو؟ إلو كمان أربعة أشياء الاسم والكنية تبعيت صاحب الكارت بيكونوا مكتوبين على الوجه الأمامي للكارت رقم الكارت بيكونوا مكتوبين على الوجه الأمامي هذا 16 خاني وآخر تاريخ للاستخدام كمان بيكون مكتوب على الوجه الأمامي للكارت وفي الجي في جي أو السي في سي بيكونوا مكتوبين ورا هدول ثلاث أرقام بأفا الكارت مندخل هدول المعطيات يلي هنه اسمه كنيت صاحب الكارت رقم الكارت يلي هو 16 خاني آخر تاريخ للاستخدام والسي في سي يلي هو الكود يلي بيكون مكتوب على أفا الكارت ومنحط هون صح ومنقول له بيبعث لنا رسالة انه في موقع ني امبير بدو ياخد من كارت كون الف ليرة مثلا انتو بتوافقوا ولا ما بتوافقوا بنقول له منوافق بنحط الرقم اللي اجاب الرسالة هون ومنشتري وهيك بتكون اشتريت هادا المنتج البرنامج بصير بيعطيك تنبيهات انه البيع عطى المنتج للكارغو الكارغو طلع على التوزيع وبيجيك الكارغو او الشحن على باب بيتك بتستلم الكارغو هون كتير مهم يا جماعة كونوا جوال قبل ما تستلم الجوال من الكارغو اتاكد بس من بره انه الكيس اللي جاي فيه اله هو سليم ما تستلم الجوال او اي سلعة بتشتريها من على الانترنيت اذا كان الكيس مشقوق اذا كان مبين انه مكبوب عليه شيء اذا كان مبين انه واقع عليه شيء مثلا اذا كان مبين انه مكسور من جوه او ما الى ذلك بترفض تستلمه من الكار هوبن على الباب بتقولوا انا برفض استلمه بيرجعوا الكارغو وبرجعوا لك مصرياتك على نفس الكارت الجامعة كان بدي أقول لكم أنه هذا البرنامج يعد من البرامج الآمنة فيكم تشتروا فيه وأنتم مغمضين إذا صار في مشاكل لاحقا بالشحنة إذا بعتوا لكم شيء غير شيء إذا ما بعتوا لكم الشحنة أبدا فبتتواصلوا مع الدعم الفني تبع البرنامج من هون بعدين تنزلوا لتحد شيء اسمه جاندلو دي ستيك من هون تكتبوا لهم للجماعة أنه أنا رقم طالبيتي كذا كذا طلبت منتج وما وصلني مثلا أو وصلني منتج آخر فكيف بدنا نضبط الموضوع والجماعة بيرده مباشرة وبيتخذوا إجراءاتهم وبيرجعوا بيحكم معك بعدين على التليفون فعني ناومبير هو واحد من البرامج الموثوقة فيك تشتري منه حتى لو كان الموضوع أنك تشتري جوالي اللي هو غالي كتير أي فيك تشتري بدون ما تخف بيبقى السؤال الأخير هل فينك تشتري بدون ما تحكي تركي منيح قال أي فينك تشتري بدون ما تحكي تركي منيح عن طريق أنك تكتب على الواتس أب لهذا الرقم بتبعت لنا رابط السلعية اللي بدك ياها هذا الرقم أنا شخصيا مشرف عليه يعني بتبعت لنا رابط السلعية اللي بدك ياها واسمك وكنيتك وعنوانك ورقم تليفونك نحن منطلب لك السلعة ومنعطيك تحديثات عنا منتابع لك الكارغو تبعه ومنقول لك أنه بكرة رح توصل على بيتك لحدة توصل على بيتك وإذا صار معك مشاكل نحن منحللك هاي المشاكل نحن هون في عنا فريق بيحكي لغة تركية بيحللك هاي المشاكل كلها وبتوصل لك السلعة مثل ما بدك على باب بيتك فإذا أنت بتحكي تركي فخلص بتكون تعلمت كيف تشتري لحالك إذا ما بتحكي تركي أنا برأيي لا تفوت حالك بهي المتاهة لأنه لاحقا ممكن يصير مشاكل بالشحن ممكن يتأخر الشحن ممكن تضطر تحكي معون للجماعة ممكن كذا ممكن كذا حتى إذا كنت بتحكي تركي وبدك تريح راسك خلص بتبعث لنا الرابط وبيانات العنوان وبتحول لنا المصاري ونحن من طول الباقي بتوصل لك السلعة على باب بيتك إذا في عندكم أي تساؤل عن هذا الموضوع ياريت تكتبوا لنا بالتعليقات وإذا أنتم من الأشخاص يلي سبقوا وتعاملوا معنا أيضا ياريت تكتبوا بالتعليقات كيف كانت تجربتكم يلي عشتوها معنا كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم رح نشرح بدروس قادمة عن البرامج الأخرى مثل هيبسي بورادا ترين ديو ولكذا كذا ونقارن بين هاي البرامج مع بعض لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك ترجمة نانسي قنقر